الملتقى الحكومي تحت مجهر التمحيص للارتقاء بجودة العمل الحكومي مبادرة لها صدى واسع وجهود حثيثة برؤى تستشرف المستقبل في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وملتقى حكومي يجمع صناع القرار في حكومة مملكة البحرين تحت مظلة واحدة فهنيئا لمملكة البحرين بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله يعتبر الملتقى الحكومي لقاء سنويا رفيع المستوى يجمع القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين تلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك مختلف المستويات الإدارية بالحكومة ليس من أجل استعراض الإنجازات وحسب وإنما أيضا من أجل التوجه معا للمستقبل بسواعد متكاتفة بكل عزم ومسؤولية سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبحضور فقيد الوطن رحمه الله أكد دائما على أهمية هذه الفعالية في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية بما يصب نحو تحقيق الخطط الموضوعة لصالح المواطنين وكل تلك الجهود تأتي تلبية لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي تنص على مواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات ومن واقع وقوف سمو ولي العهد رئيس الوزراء في ميدان العمل الحكومي وتحت مظلة الملتقى الحكومي دائما ما كان كل ملتقى يزيد على ما قبله ليؤكد مواصلة الحكومة في السير بالاتجاه الصحيح إذ أشار سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدور الملتقى في تأزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية وتبني على المكتسبات المتحققة لرفض البيئة الخصبة وهذه البيئة هي الرافلة للنمو والتطوير وبتكامل الجهود وبعزيمة الجميع سنواصل مسيرة الانجازات الوطنية المباركة ونؤكد لكم اليوم أننا جميعا لدينا حب للتحدي وعشق للانجاز وها نحن اليوم مقبلون على المستقبل في مسيرة مباركة برؤى وتوجهات جالة الملك المفدى وملتقيات حكومية مقبلة برؤى نيرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ما يضع كل التحركات الحكومية تحت مجهر التمحيص للارتقاء بالبحرين في معادلة بسيطة وجادة جوهرها الرؤية وواقعها التنفيذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر